السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء الأول من الشبط الرقم 4 اللي هو المسمى بالبودر متاليجي سوف نتحدث عن الأوتلاين أو الحدود الخارجية أو عناوين الفصل الرقم 4 العنوان الأول هنتكلم عن تعريف البودر متاليجي بروسيس ما هي تقنية تكنولوجيا المصحيق سنعرفها وسنعلم من خلال ذلك أن تكنولوجيا المصحيق هي تقنية نستخدمها وهي المادة على شكل مسحول كما سنرى بالدراسة والتحليل سنتناول أيضاً مخطط العام لهذه التقنية أو لهذه العملية ثم بعد ذلك سنتناول الخاصة بالبودر متاليجي بروسيس أي أيوب ومميزات هذه العملية الخطوة الثالثة أو الرابعة أو الأنوان الرابع سنتكلم عن Manufactures of Powder أي طرق تصنيع أو طرق الحصول على المادة على شكل مسحول ثم بعد ذلك سنتكلم عن Testing and Evaluation of the Powder أي كيف نقيم وكيف نختبر هذه المصحيق التي حصلنا عليها ومدى مواءمتها للاستخدام في هذه التقنية بعد ذلك سنتكلم عن Blending and It is Important إن عملية الخلط هي واحدة من خطوات عملية استخدام تقنية المواد وهي على شكل مسحيق لذا سندرس أهميتها بعد ذلك Processing of Powder في هذه الخطوة الآن وقد حصلنا على المادة على شكل بودر أو مسحوق كيف تسنى لنا تصنيع منتج معين منها وما هي هذه الطرق التي تستخدم للحصول على منتج من هذه المادة التي على شكل مسحوق الأنوان الأخير وهو Factors affecting of the final product of the powder metallurgy ما هي العوامل التي تؤثر على المنتج النهائي الخارج من هذه العملية